موسيقى أهلا ومرحبا بكبيرا معنا في هذه التغطية أولا تعقيبك على التوقيع في اتحاد ابناء سخنين وكيف تصف هذه الخطوة أول شي سلام لألك كل جميع الموجودين في الاستادة عندك كل جميع الجمهور اللي عم تشوفنا عن طريق التيفي أول شي كتير مبسوط أنه رجعت على الملاعب ورجعت لفريق الوسط العربي فريق سخنين بظن بعد فترة طويلة اللي أنا ملعبتش فيها اليوم رجعت على الملاعب ورجعت على البلاد رح يتعلي من شو إحنا بدنا كفريق وأنا بالنسبة لي اليوم رجعت على سخنين عشان أقدر أعنطي كل طاقتي وكل إشي اكتسابته في العشر سنين وأنا خارج البلاد عشان أقدر أساعد اللاعب الموجودة وهنا السؤال بيرم في هذه المرحلة ألا تعتقد كما يرى البعض على أنها مغامرة وتحديدا أن السخنين في المرتبة الأخيرة وهل الظروف وتعديدا ظروف كورونا هي التي ما جعلت بيرم يتخذ هذه الخطوة؟ أول شي أنا أنا بنا أدم بحب المغامرة وبظن أنه بلعبة كرة القدم فيه ضغوطات موجودة كل يوم إن كان بتكون إنك بدأك تسعد دوري أو إنك تأخذ البطولي أو إنك زي ما وضع سخنيني اليوم وضع مش ممتاز ووضع سيء بس بظن سخنيني اليوم بوجودي بوجود المهاجم الجديد اللي مضى بالأسبوعين رح يكون فريق تاني طبعا بوجودي هناك وبوجود هذا اللاعب رح يبين إنه الفريق ما بدوش يكون وين هو متواجد حاليا بيرم معاك عبد تيتيك كيف حالك؟ هلين حبيبي أخبارك عبد حبيبنا بيرم أول إشي يعني الخطوة اللي عملتها الإشي مش مفهوم دمنا إنه نجم عشر سنين بسكوتلاند بسيلتيك فريق عريق وبالشامبيونز ليج يجي يخذها القرار زي ما حكينا مرتبة أخيرة سخنين الوسط العربي هاي شجاعة مش أي لاعب بيعملها إحنا أنا كريب عليك وبعرف أخباركم متابعك أنت بنسبة لك هذا مشروع حياة قدرت كان عندك عروض قدرت ترجع لفرق أكبر من سخنين حتى تلعب بدول ثاني زي أخونا دياء كان بالإمارات أو بالسين أو بالهند وتعمل كمان سنتين ثلاثة عروض من أستراليا يعني عنده عروض كبيرة بس مشروع الحياة اللي عملته مع سخنين الإشي كبير كثير أنا بحييك جدا هاي الظروف الصعبة هاي الظروف الصعبة هاي الظروف يرفع مستوى الوسط العربي وأنا حبيت أسمعت منك أنك بتحكي جاي كل الخبرة العشر سنين اللي انت اكتسبتها من المنتخب ومن الدور الأوروبي بتجيبها لسخنين في عليك حملة كبيرة وإحنا كلنا وراك ومنشد على يديك وإن شاء الله ترفع سخنين على المراتب نعم بيرام يعني بالطبع سليمان لديك سؤال أخي بيرام مساء الخير بالأول مبارك للتوقيع سليمان الخير حبيبي إلي سؤال واحد أخي بيرام شو السبب الكبير اللي خلاك تختار سخنين عن أي فرق تاني في الدور الإسرائيلي خاصة أنها قدرت تلعب بمكابي حيفا وما شابه من الفرق العريق اللي بالدور الإسرائيلي حابب أعرف شو السبب اللي جابك بالزبط تمضي بسخنين مع علمي إنه كل الاحترام إنك مضيت بفريق عربي إنه تساعده وتخلي بالدور العلوي أول إشي حبيبي شكرا على سؤالك وعا كلامك الحلو أنا كان عندي عروضات كتير أنا كنت بادر أكون متواجد محلات تاني إسا بالعالم ديش أفوت على الدول اللي كان عندي عروضات منها بس لما أصل في البلاد بعد سنة ونوص أنا متواجد في إنجلترا أنا ومرتي وولادي ابني بيرلو بسألونا نرجع على برايتون بولي لأ لنضلنا هون فواحدة من الأسباب كانت إنه بده يكون حدي العيلي من ناحية تاني فريق سخنين وجمهور سخنين ودارة سخنين ورجاء الأعمال سخنين والوسط العربي الضغط اللي كان متواجد إنه أنا آجل عندهم عمضي أنا قلت لهم إنه ليش يشرفني بس ما كنتش عارف إنه ليش رح يكون بها السرعة ويعمل على الأد ضجي فلما بلشت أشوف المحبة وشفت إنه الوسط العربي كله وقف عشان نعمل البرنامج هذا البرنامج الكبير اللي أنا منحكي فيه وعم نحكي على بروجيكت بيرم كيال اللي زي ما سموه إنه أجي عمتي كل إشي اقتصبته إن كان من خبرة كلاعب إن كان بشو شفت بحياتي بالعالم اللي وقفت معها أجيبه اليوم عسا خنين وأجربه أخذ الفريق لقدام إن كان مع الشبيبي إن كان بشغلات إدارية ممكن أنا يستشيروني أو هني أقدر أحطي الكلمة الحلوية وبظن أنه بالآخر أنه فريق وسط عربي قدر يجيب لاعب اللي قعد عشر سنين في الدورة الإنجليزية بظن بيقول بهاي النقطة تحديدا بيرم يعني هل أنت غاضب هل أنت غاضب على مكابي حيفا علما أنك نشأت وترعرعت في هذا النادي ولم يتم التوجه إليك أو لربما قدم عرض يعني لا يليق على الأقل بيرم كيف تعقب على ذلك لا معلوماتك غلط أحدهم مكابي حيفا في شهر ست أو سبعة في الأحرى بعد ما خلصت عقدين مع برايتون تكلموا مع واحد من وكالاء الأعمال وكانوا بدنيان آجي مع وكيل من المشغولين هون في البلاد بس ما ظبطش لأنه كانت الفكرة الليلة أنه ظلني أكتر وقت في برية البلاد بس زي ما أنت حكيت في الأول وضع الكورونا والشغلات اللي صارت في السوق في أوروبا غلطة طبعاً كتير بس أنه اليوم أنا في سخنين أنا لاعب سخنين تعني نركز أكتر أنه أنا لاعب سخنين وجاي أجرب أخذ كل شيء اكتسبته وأنطي للعيب الصغار لأنه أنا اليوم كنت في التدريب وشفت الاستقبال والحرارة يعني اليوم الاستقبال والحرارة اليوم بس اليوم بيرم تاره بعد سنة أنت ملعبتش يعني غبت على الملائم الملائب وعدت أسباب تعرف الإشي مش رح يكون سهل يعني أنت جاي من مستويات لعبين اللي حدك لعبين مستوى عالي أنت بتعود على نمط وعلى نسميه على كتسف عالي تعرف هذه المسئولية أنت جاهز لها نفسياً كمان في ضغط عليه كبيرم كيال يحمل كل فريق عكتافه مرتبة أخيرة أخي عبد نعم بيرم أخي عبد أنا معاك بكل شي بتقوله بس اليوم زي ما حكتلك اليوم لما أنا وصلت على سخنين وصلت بقلبي وبروحي ووصلت بجسدي كمان لأنه أنا بالنسبة إلي الراس والقلب هني المصدر ينتبع كل نجاح يمكن القول بيرم في هذه النقطة أن إدارة أبناء سخنين قالت عنك يعني بالكلمة أبدى ميرونة وتساهل من أجل التعاقد مع الفريق وأيضا من خلال بيرم كيال سيتم يعني تحويل الفريق ليس فقط لفريق عربي إنما أيضا على مستوى نادي يعني حكيت أول كلمة مش مفهوم دننا أنه بهذه الأركام اللي كابل لوحد لاعب نجم اللي كان عنده عروض كبيرة فهم يعني هذه خطوة جريئة من بيرم نعم بيرم طبعا الشجاعة اللي عملها وهذا اللي قدم الوسط العربي أنا كعابد تيتي يعني كثير احترمت هذه الخطوة وهذه الشجاعة اللي إله وأنا رايح أتابع بيرم طبعا وهذا الإشي اللي لازم كلنا نوضح الأمور المصد العربي كبديش هذا المشروع اللي حكي عنه وهم جدا وهم جدا و أنا اليوم تحدثت أيضا مع بيرم السؤال الأخير أيضا أخ بيرم السؤال الأخير هل تعتقد أنه كيال يكفي فريق أبناء سخنين على أنه يقيا في الدرج العليا وفي قمة اللايحة أو بحاجة لاعبين مع بيرم كيال ممكن الحديث عن مرتبة رابعة وخامسة مع عشان هيك نحن نسأل أخوي هل تعتقد أنه بيرم كيال يكفي اتحاد أبناء سخنين نعم نعم بيرم وجودي في الفريق بيطلع درجات للفريق أنه وين يكون اليوم إذا بدي أحكي لك أنه أنا بكفي أنه أظلني في الدوري فأنا بكذب عليك نرجع لسؤال عبد عبد أندي أحكي لك أنه وصولي لسخنين ما كانش سببه مادي أو مصاري أنا قلت أنه أنا مستعد أجي على الوسط العربي لأنه كانوا يحكوا أنه وصول بيرم لغاد راح يعنطي دعم كبير للفريق والفريق طبعا دعمتيني الدعم اللي أنت قلته أنا بعرف ومتوقع أنه ما لعبتش سنة راح يكون فيه بدي وقت عبن ما أرجع للياقتي بس أنا جاهز وانت زي ما بتعرفني من عائلة الرياضية اللي كل الوقت بدير بالها حالي كل الوقت بدرب لحالي وبدأ أقول لك إياته أنه وصولي لغاد ووصلت بعد استشارة أبوي بعد استشارة بيرلو استشارة بيرلو لا ربما استشارة بيرلو أيضا بيرلو طبعا هذولا كلهم كلهم نعم عائلة تاخد حمودك طبعا حمودك على دايما هو لاعب النجم وإله كمان كمان لديق الوقت بيرم نتمنى لك النجاح بطبع أردنا الحديث معك أكثر فأكثر أنت الآن تستعد أيضا للعودة بشكل رسمي للبلاد وتجهيز البيت أشكرك جزيلا شكر وأيضا نتمنى لك نجاح مع مسيرة إتحاد ابن السخنين أشكرك جزيلا شكر ضيف بالنجاح شكرا 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 وأيضا في هذه التقطية نتحدث عن فريق إتحاد ابن السخنين إذا ما ذكرناك أيال هذا الأسبوع مباراة صعب ضد أبوال كفار سابة أعتقد أنه هذه مباراة راح تبث شو سخنين راح تكون في هذه السنة لأنه هذه مستويات الفرق بالدرجة العليا اليوم بتلاقي ثلاث أربع فرق اللي هي قمة لائحة ثلاث أربع فرق اللي هي وسط لائحة وباقي الفرق راح تحارب على البقاء أعتقد فوز لإتحاد ابن السخنين راح يكون هي مثل خروج لطريق جديد خاصة بعد توقيع بيرام كيال اللي هو راح يعطيها من كل النواحي إن كان دعم معنا وين كان كورا بيرام كيال هل يمكن القول هذا الثنائي لربما والأسماء اللامع ممكن أن تكون تصليح للدورة التوقيع مع بيرام كيال احتمال لكل سلاح ذو حدين يعني إذا اليوم إذا فكروا أن أجل بيرام عجل منك ذميسي بدلوا حاله بيرام كيال يحمل الفريق لحاله أكبر غلط للجمهور شوية شوية بيرام أنا حبيت أوضح أنه جاي بعد سنة أعطوه الوقت الكفاية وعطوه زي ما حكى أخونا سليمان أنه من اللاعبين كمان اللي لازم يكونوا حد بيرام أي لعب حتى ميسي اللي يوم برشلونة بيعاني من كلة اللاعبين حدو فإشي بأثر على هذا الإشي كمان حسببانك لاعب ممتاز جدا ساخنين ناكسه كمان لاعب كمان أخي عمد بالنسبة للمهاجم اللي ضمته ساخنين بعرفش إذا شاهدته إذا شاهدته بالتصوير كتير كتير طلع بالوزن بعرفش أكيد لذلك ولا يلعب يعني بحاجة وقت كثير تينزل بالوزن وبحاجة كمان وبحاجة لليخ بدنية أعطو برنامج للدائد تبعنا توقع خلال أسبوعين بالنسبة للمباراة مع كفارسابة كمان كفارسابة تغيب عنها المهاجم اللي أصيب كمان هالا صالح ساخنين هذه مباراة مخصرية بالنسبة لفريق السحادة من أخصرين ولكن دعونا نتحول إلى دور الدرجة الممتازة وهذه المرة يعني نتحدث عن فريق هابوعيل المتصدر بعد تعادل للأخير ضد نوفا قليل هذه المرة مباراة ضد هابوعيل رعنانا قد تكون صعبة ما هي خطوات أو ما هو مستقبل فريق إكسال وهل هو قادر على فريق هذه المباراة طبعا أنه قادر لليوم درجة ممتازة كل فريق قادر يغيب الفريق الثاني في يوم معين أسلمان يعني شاهد على ذلك طبعا أنا كمان في الدرجة الممتازة ولكن فيها سنين أول مكان من الدرجة الممتازة أنا كنت موجود فيها ولحد اليوم تنتي إثارة كل سنة بالشايف السنة ولا أي فريق بالدرجة الممتازة اللي هو اللي كان مكان بتحتيك بل ييجي أو مكان من تانية اللي يفتح الفوارق والعشرين نقطة واللي هو نسميه اللي هو كان من فوق كل الدوري إكسال بالطريقة بلعب فيها بالحماس الموجود فيه مع تكتيك المدرب كادر يعمل أي نتيجة ورعنا أنا اليوم مش بليك مظبوط أنه هو معزز بالنجوم وتوقعاته أما بالوضع لحالي إكسال ممكن الإيران حديدة كيف تعقب على أداء حديدة نتيج حديدة وعمل حديدة أول شي بأكد على كلام عابد أنه إكسال هي حاليا موجودة في فترة حماس زائد اللي بيجيب لها النقاط أأمل أنه هذا الحماس يستمر أكثر وقت بالنسبة لحديدة أعتقد أنه هو موجود بفترة جميلة جدا كل مدرب يحب يكون بيك فترات حاليا التقييم هو جيد جدا النتائج تدل على بالطبع مع العلم أنه التعادل ضد نوفا قليل هو التعادل كفوز حسب رأيه نعمل أنه نتيجة إيجابية أكثر الفرق إطارة وأيضا حماس لربما هناك عصبية بهذا الفريق هبو علم الفحم هذا الأسبوع لديه مباراة أيضا خارجية صعبة ونعم ضد أسكتسيا نتسيون هذا الفريق المفاجئ هبو علم الفحم تعادل خسارة ضد مكاب أخايا الناصرة مفترق طرق مهم جدا في المباراة القادرة الكل عارف من الفحم والإدارة من الفحم الشهور اللي بعمل له أبو العم أبو شلوم الضغط الموجود أنا دائما وبنصحهم دائما أصحابه إلي إخوه إلي اللي بعانوا منها كمان الإدارة الملعب الملعب أدهم كان موعود أنه نعمل في تاريخ معين الملعب لحد اليوم مش معروف فان هو ما فيش ملعب تمرين لا أدهم في نقطة مهمة لا يعقل أنه اليوم أم الفحم يوم بأسق البوع يوم كفر كنا يوم بإكسال تمرنه فريقي اللي بيطلع درجة عليا ملعب تمرين يا رئيسي بلدية حتى الملعب اللي جوه البلد القديم 300-400 ألف شكل يعني أيضا غالبية الفرق لا تملك ملاعب يعني في استياء استياء ولكن في نقطة أخرى موتي فانير ماذا ينقص هذا الفريق على فكرة يعني حتى رغم النتائج الفريق كانت جيد من حيث المستوى التكتيكي في المباريات الأخيرة أعتقد أنه فريقه ملفحم من الفرق الممتاز جدا مدناش نحكم على فريقه ملفحم من خسارة في الدقيقة التسعين أو التعادل ضده يعلن علنا أنه يود الصعود للدرجة العليا المباراة تعادل 2-2 هي كمان سيدة الأحكام الفريقين كانوا جيدين بالشوط الثاني بالأول أقل بصب عنهم الفاكرة متفوكة والهدف ذاتي هلهم بحاجة لمدافع لا لا أعتقد فريقهم جيد لا برضو حسب هاي الفقرات اللي عندهم فقرات جيدة رجعوا لي ملك بالنصر رح يساعد الفريق كان عندهم مشكلة جابه وكما اللاعب بخط الوسط اللي هني دافيدوف وكما اللاعب ناشطة أسماء اللي معنطوش كيلوزكي بلازم وكما اللاعب بخط الوسط وكما اللاعب بخط الوسط